في الدرس اللي فت جنبنا الimage breakpoints manuellement درناها manuellement لكي نعرف أشنو الدور الimage breakpoints و كيفاش يتخدمه وعرفنا إليه تزدنا ذلك الـ 20kB كفرق ما بين كل إيماج و breakpoints اللي تابعه دبعا لكي نكون برودة أكثر سنجنبو هذه الimage breakpoints automatic سنخدم بهذه الأدات responsivebreakpoints.com اللي سنعطيها واحد صورة و انطلاقا واحد مجموعة لذلك الـ parameter اللي سنحطيه سنقوم برودة الimage breakpoints في resolution سنحطي أصغر عرض الذي هو main width وأكبر عرض الذي هو max width إذا نريد أن نبدل القيم سنجد طرق الطريق الأول سنكتب القيم هنا 300 بالنسبة لـ main و هنا سنقوم بـ 1600 بالنسبة لـ max و لا نستطيع أن نجعل هذا slider max وهذا slider سنقوم برودة الـ main سنقوم بـ 200 و 1400 بالنسبة للـ size step والأبصة أخرى ما هو الفرق الذي سيكون بين image breakpoints و image breakpoints التي تابعها بالكيلو بايتس سنقوم بـ 20 كيلو بايتس و في آخر parameter لدينا maximum images ما هو الفرق حد الأقصى من الصور الذي نريد الأدات و لا تفوت سنجعله 20 سنقوم بعمل أي عدد سنقوم بعمل سنقوم بعمل من image breakpoints سنقوم بعمل بين 200 الذي هو المنموم و 1500 الذي هو الماكسيموم و سنقوم بعمل 20 كيلو بايتس سنقوم بعمل سنقوم بعمل 10 و سنقوم بعمل بعد أن نسألنا إلى generation سنقوم بعمل breakpoints تقدر أن generation تضطل قليلا على حسب البرامتر التي تقدمنا و حسب الـ Dimensions من original image كملت إلى generation و أعطيتنا هنا 6 image breakpoints أصغر breakpoints هي الأصغر عرض التي فيها 200 وأكبر breakpoints هي الأكبر عرض في 1400 و من بعد نرى بعديل الصور بالتشايل و الفرق بالنسبة للـ File Size ما بين كل image breakpoints ما هذا القبل من الأخرى تزياد بـ 20 كيلو بايتس سنقوم بالتحت و تلتشارج الصور سنقوم بعمل download images سنقوم بعمل سنقوم بعمل سنقوم بعمل سنقوم بعمل هنا سنقوم بعمل 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 و سنقوم بعمل في المهم لأنه هو الذي تبغطين عليه في جنارينا البركبوينت سنقوم بعمل سنقوم بعمل عندما تذياد وي فرامات التي فيها ميتين 618 870 1098 1130 و سنقوم بعمل تتبعني من الـ Convention التي قرأنا في الدرس التي تفعل سنقوم بعمل المهمة التي ستبغطها على المهمة سنقوم بعمل سنقوم بعمل و سنقوم بعمل و من بعد سنبدأ سنقوم بعمل شيء كامل و سنقوم بعمل و هذه هي لمجد الفولباك التي فيها yframe.jpg سنقوم بعمل